قامت الفوضى الأمنية الناجمة عن صراع النفوذ بين أمريكا وإيران إلى فتح النقاش عن مدى قدرات وجاهزية القوة العسكرية في العراق مقابل ما يتلقاه من ضربات وهجمات استخبارية وقصف صاروخي لا يجرؤ على الرد عليه الأرقام والمقارنات المالية والعسكرية العالمية تظهر أن القطاع العسكرية في العراق يعد من أكبر قطاعات الإنفاق بل ويتقدم إنفاق دول لديها جيوش تنفق أقل من العراق لكنها أعلى قوة وتصنيف منه فآخر تحديث لمؤشر جلوبال فاير بور جاء الجيش العراقي بالمرتبة الخامسة والأربعين من أصل مائة وخمس وأربعين دولة بينما احتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى عالميا وإيران في المرتبة الرابعة عشر وهو ما يوضح مدى الفارق بين قدرات المؤسسة العسكرية في العراق مع جيوش البلدان التي تتصارع على أرضه فارق القدرات ليس السبب الوحيد في جعل العراق ساحة لصراع المصالح بل إن فارق القدرات هذا يمثل نتيجة لطبيعة النظام السياسي وبالرغم من ذلك ترى لجنة الأمن والدفاع النيابية أن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى زيادة التخصيصات المالية لتطوير قدراتها لكن في الحقيقة يعد العراق واحدا من بين أكبر البلدان في الإنفاق العسكري ففي مراجعة لموازلتين 2023 و2021 بلغت تخصيصات القطاع الأمني والعسكري أكثر من 15% من إجمال تخصيصات الموازنة لجميع الوزارات والمشاريع الأخرى أما على صعيد الإنفاق من إجمال الناتج المحلي الإجمالي فقد جاء العراق في المرتبة الرابعة والخمسين عالميا من أصل 166 دولة حيث بلغ إنفاق العراق العسكري 2.1 من إجمال الناتج المحلي الإجمالي وهكذا هو الحال مع دول أخرى إنفاقها أقل بكثير من إنفاق العراق العسكري لكن جيوشها تصنف بمراتب متقدمة ما يؤكد أن هناك حسابات ومعايير أخرى تقف حائلا دون تطوير القدرات العسكرية في العراق لعل أهمها الفساد المتفشي في هذه المؤسسات والترهل الوظيفي فيها وغياب العقيدة القتالية الوطنية وهو ما فسح المجال للميليشيات التي لم تدمج مع هذه المؤسسات إلى أن تستقوي عليها بل وتفوقها لا سيما بعد تأسيس هيئة ميليشيا الحجد التي تمثل أحد أسباب استمرار جعل العراقي ساحة لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران